هس صار عندي ربط بين ال PLC و برنامج الفكتر ايو فاذا شغل هذا الاسويش راح يشتغل عندي الناقل الاول واذا شغل هذا الاسويش راح يشتغل عندي الناقل الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المتابعين اليوم الدرس الثالث من كورس الفكتر ايو اليوم راح نشرح لكم على مثال عملي وشنون النفذة في برنامج الفكتر ايو هذا الدرس راح يكون على الاس 7200 مثلا انا عندي بيالسي اس 7200 الي احنا مسوين عليه كورس كامل فشنون اربط هذا الاس 7200 وهي الفكتر ايو فبالبداية احنا منفذين هاي الدائرة في كورس البيالسي اس 7200 فما راح اشرح لطريقة العمل معلتها لان انا مسوي كورس كامل بيها وشنون طريقة الربط وربط المكونات بالتفصيل وانا ما غيرت اي شيء بالدائرة يعني اي شيء ما غيرتها بالدائرة فقط راح اشرح لكم الادوات اللي مربوطة بهاي الدائرة هذا اللي هو الاس 7200 وعبارة عن ثلاث سويشات سويشين تشغيل على الاي 01 والاي 00 والاي 03 وعندي على الاوتبوت ريليات اثنين من نوع دي سي 24 فولت وايضا موجود باور سبلاي لان هذا السي بيو من نوع دي سي دي سي دي سي وايضا مثل ما قلنا انه هاي كل المكونات انا شارحها في كورس البي ال سي وشنون ربطها بشكل عملي بالتفصيل تقريبا وصلنا حاليا الى الحلقة العاشرة في كورس البي ال سي فانت تقدر تطلع على هاي الدائرة بالتفصيل وشنون الربط مالتها وشنون المكونات ربطناها ويا السي بيو كلها ومنفذيها ايضا بشكل عملي بعد ما كملت الرابط المكوناتها وربطت الكابل على الحاسبة راح اشغل الباور سبلاي على مود اغذي السي بيو بعدها اروح على البرنامج المايكرو وين اللي اني منصبه اللي هو هذا اللي ابرمج من خلاله البي ادسي فراح انت افتح البرنامج هاي الواجهة الرئيسية مالت البرنامج وايضا شارحيها بالدروس الخاصية بالبداية انا راح اروح اسوي سامبل تابل اللي احنا ايضا شارحي فاني كل هاي المواضيع يعني راح امرلها مرور الكرام فقط على مود الفيديو مايكون طويل فاول شي راح اكتب انه الاول واحد اللي هو راح يكون خاص بالستارت تمام الثاني راح يكون خاص بالستوب تمام هكتب على الستوب ون على مود يقبل البرنامج لان احتمال كلمة استوب ما راح يقبلها اه هذا راح امطي اي زيرو دوت زيرو وهذا راح امطي اي زيرو دوت ون اقوان اي زيرو دوت ون اوكي اه هذا راح اربط عليه موتور ثري فيز موتور مثلا اه بالنسبة لهذا انا بالهارد وير رابط الاثنينة هذا على الاي زيرو ون والاي زيرو تو يعني اثنينة نورمال اوبن اثنينة نورمال اوبن انا لستوب اريد اي نورمال كلوز اه هذا رابط على الاي زيرو دوتو فاذا راح اغير هاي الى اي زيرو دوتو الموتور اللي هو اه كيو زيرو دوت زيرو هاي كملة السامبل تابل الخاصة بالبروجكت اللي انا راح اشتغله بعدين راح اروح على اه بلو اه بروغرام بلوك فراح اسوي اول اه بروجكت راح عبارة عن دائرة تشغيل عادية اي زيرو دوت زيرو هذا اه اي زيرو دوت تو لان اي زيرو دوت ون هي نورمال اوبن انا ليدها نورمال كلوز يعني اه كهاردوير نورمال كلوز وهنا راح اخليها نورمال اوبن لان احنا عرفنا في كورس البي ال سي هاي ليش خليناها نورمال اوبن كيو زيرو دوت زيرو اوكي بعدين راح اسوي دائرة استمرارية تابعة المن الى الكيو الزيرو دوت زيرو اوكي بعدين راح اربطها على التوازي وهي لهذا السويتش اللي هو النورمال اوبن الخاص بالاي زيرو دوت زيرو هسا الدائرة شغالة راح اسوي لها كومباير تمام هس راح احمل هاي الدائرة الى البي ال سي اه قبل ما احمل الدائرة على البي ال سي وقبل ما اشتغل في برنامج الفكتر ايو والبي سي اكسز راح اروح على هاي الخانة على هذا السهم راح تطلع لي البرامج اللي مفتوحة حاليا انت ربما راح يظهر عندك اكو فات برنامج ربما يظهر عندك انا متعمد بقيته مفتوح اللي هو سيماتيك ال 700 كومبوننت هذا لازم اسده لان انا ما احتاجه لان هذا اللي هو خاص بالبي سي اكسز ربما ما راح يكون مفتوح عندك لان انت فاتحة قبل هالمرة فما راح يتوافق ويا البرنامج اريد ادي بروجيكت جديد فانت لازم اسده من هنا تغلقه وبعدين تشتغل فهس راح احمل الكود على البياتسي بالنسبة اكو فات المشكلة راح اروح اضربط البي سي بي جي انترفيس هسا ما اكو اتصال هسا من انطي شوف ما اكو اتصال اش راح اروح اتأكد من البياتسي لان اصلا اهنا ما ظهر عندي بي سي بي جي انترفيس المفروض اروح على الكونترول بانر وبعدين على الديفايس مانيجر وتأكد انه هو رابط صحيح سيماتيك ديفايس مضبوط اروح بعدها على البي سي بي جي انترفيس وبعدين اختار هذا اوكي مضبوط اللي هو بي سي بي اي نفس ما شرحناها في كورس البي ال سي بعدين اغلقه اه بعدها ما ضبطت من الكونترول بانر ارجع هنا على البي سي بي جي انترفيس وبعدين اختار اه بي سي بي اي اي امطي اوكي اختار الكميونيكيشن شوفه سيظهر عندي البي سي ادابتر بي بي اي يو اس بي دبل كليك راح يبحث لي عن البي ال سي اللي مربوط وهي الحاسبة بعدين راح اسوي داول لود للبروجيكت اللي انا مشتغلة على البي ال سي انطي داول لود يس تمام راح اسوي ران الى البي ال سي وراح اسوي مونيترينج على مد اتاكد من حمل البي ال سي يعني فقط اتاكد من الكود شغال اللي هنا قبل ما انتقل الى برنامج الفكتوري ايو هس اني البرنامج تمام شغال تمام اوكي مضبوط مئة بالمئة بعدها اروح على فايل ورا ما لغة المونيترينج اختار سيف او اختار سيف از لان انا هذا البرنامج حافظة فاذا راح اختار سيف از واختار مثلا هنا بالفولدر ثرية راح اكتب اكتب هنا فت فولدر جديد راح اسمي هذا اه وليكن اللي هو اون اوف اوكي اون اوف اوكي انطي سيف انا هسا كملت يعني حملت البرنامج وانطيته سيف او سيف انت اول مرة احت انطي سيف وبعدين تختار مكان الحفظ اللي راح تحفظه تمام يعني مو تختار اكس بورد انطي سيف وليس اكس بورد يعني مو مثل كل مرة بكورس البيالسي نختار اكس بورد اريد احفظه بسيف على مود راح افتحه في برنامج البي سي اكسيز هذا برنامج البي سي اكسيز انطي اوكي اه راح تشوف انت اكواني خازن برنامج مسبق راح امسحه انطي دليت اوكي اه ورا ما ربا يعني هو انا رابطة وهي البي سي بي جي انترفيس يعني ظهر اللي هنا لان انا مختار من البي سي بي جي انترفيس مباشرة هذا الخيار فرح اروح هنا اه اختار امبورت سامبل اه بعدها اروح على الديسك توب واروح على المكان اللي انا حفظت بي البروجيكت اللي هو بالنيو فولدر وهذا اللي هو اون اوف تمام حفظته راح اروح على فتحه يعني هو راح تضل لكيج احتح من هذا الزاد راح يطلع لي هذا وبعدين هذا راح تطلع لي كل السويشات او كل السامبل كابل اللي اني مستخدمه في برنامج المايكرون راح احددهن ثلاثتهن بالشكل وبعدين اسحبهن وخليهن للأسفل تمام هسا لو تلاحظ بالأسفل اه اظهرت لي الاشاير ثلاثتهن هاي تمام لكن هنا اه بعدها ما متصل بعد راح راح اغيرها المفروض الى الصير الى good على مود يبين انه الربط صحيح اوكي ايشنون راح اربطها راح اروح على فتح شي اسمه اللي هو تاست من هنا تاست كلانز سيتاس راح يتشيك الاشارة شوف هسا ظهر لي good تمام لو تلاحظ انه الثالث وحدة اللي هو منطق عليها اشارة وان ثالث وحدة اللي هي شنية خاصة بالستوب اوكي تمام اه فاني اريد شا سوي اريد اعرف انها شنية اللي ثالث وحدة اللي هي وان اللي هي خاصة قلنا بالستوب اوكي من هنا صار نفس الترتيب الفوض موجود بالاسفل اه وراء ما كملت هسا اذا اقرب لك ايمن هنا بعدين اختار data type شوف راح يطلع لانه هذا من نوع boolean البوليان يقصد بيعني لو zero لو one تمام يعني لا هو وورد ولا دبل وورد هاي يعني ان شاء الله مرور الوقت راح نتعلمها لكن البوليان يقصد بي اما zero او one على digital تمام هسا انا وراء ما تأكدت انه هاي الاشاير صحيحة ايش راح اسوي اه راح الغي هذا التست كلان اوكي بعدين اروح اخطر file save تمام بعدين اروح اختار من file save as واروح على فد project اه اسويه جديد هنا بداخل خلنا نسوي بداخل هذا يعني ورا ما تأكدت انه الاشارة صحيحة يعني من مربوطة بين المايكرو وين او بي ال سي الحقيقي وي ال او بي سي سيرفر او ال بي سي اكسز راح اسوي هنا فد فولدر قلنا نسوي بداخل هذا وراح نسمي بي سي اكسز يعني هذا تمام تمام اوكي راح احفظ البرنامج هنا بداخله وليكن هذا راح اسميه رقم واحد اوكي هذا الاختصار تبقي ما تمسحه اوكي هسا انا حفظت البروجيكت راح اسوي لتست اتاكد كأنه هنا راح اسوي مونيترينج اوكي هس اش راح اسوي راح اروح افتح برنامج الفكتر ايو ورا ما حفظت يعني استصار عندي اه سويت سيف او سيف او حسب انت استخدامك اه للبرنامج من مايكرو وين وايضا من برنامج يعني صار عندي فولدرين فراح اروح ورا ما افتحت اروح على فايل ورا اروح اختار ادراع فارسنو شنون ما شرحناها بالدرس الثاني مالت الفكتر اهيو وبعدين اختار الاو بي سي كلان راح يبدي يبحث عن السيرفر اللي موجود انت بالبدا راح يطلع لك شنو نوت دي فايند يعني فاش راح اسوي اختار كونفاقراشن ومن هنا اختار اللي هو الاس 7200 او بي سي سيرفر براوز اضغار عليها مرة مرتين على اتأكد ارجع الخطوة شوف لو تلاحظ انه ظهرت العلامة الصحة هنا وظهرتني نفس السامبل تابل اللي انا صار بالبي سي اكسز طيب البي سي اكسز من جاب هاي السامبل تابل جابه من المايكرو اون فاذا اذا افتهمنا شنو الفكرة خلنا اخليكم هذا هنا وراح خليكم هذا البي سي اكسز اوكي اه فهذا راح ايضا اذا اقدر اجيب للمايكرو اون بشكل هذا يعني ربما ما راح اقدر انه اعط تمام بشكل هذا هاشتصار عندي لو تلاحظ صار عندي ثلاث برامج هاي ثلاث برامج هذا صار ينطئل من للبي سي اكسز البي سي اكسز ما راح ياخذ من هذا راح ياخذ منين من ال عفوا، فاول بكتر ايو ما رح ياخذ من هذا، ياخذ منين من البي سي أكسز. فاذا كن ما صار البي سي اكسز هو حلقة تواصل بين هذا وهذا. يعني بي سي اكسز هذا. صار حلقة تواصل بين البي والمايكرو او البي السي الحقيقي. هس انا كملت الرباط صحيح ظهرت لي هنا نفس التاقات اللي موجودة بالبي سي اكسز. هس اش راح اسوي راح اروح على ارجع على ساحة العمل راح اروح اجيب فد محرك معين او ناقل ناقل حركة اي ناقل ناخذ ناقل مثل هاد. في الشكل. لو نلاحظ انه هذا الناقل نرجع به الشكل. ها نخفيها. احنا قلنا بالدبليو والدي والاي يعني الاتجاهات. كليك الماوس الايمن نفس ما شرحنا به الشكل. هذا الكون فير اللي هو رقم واحد اثنين متر اروح على الدرايفر من هنا. عفوا. فايل واروح على ارجع على درايفرز. هذا اللي موجود على ارض الواقع اللي هو شسمه اللي هو الكون فاير رقم واحد. هذا ورح اخلي الرباط يو اسحبه واخليه على الموتور. اذا كأن ما صار هذا الناقل حركة هو باعتبار هذا الرلي. هذا الرلي. اوكي. اللي انا ربط عليه. يعني كويرنج سهل. ما هي مشكلة. هذا فقط اربط على كونتكتر ومن الكونتكتر اوديع على النقل. يعني كل اا صعوبة بالوايرنج ما كوهي اهم هسم الفكرة ب الرابط والبرمجة تمام. ه Sé انا ربطت البيسي ل هذا ln ناقل ربطت وليكن نفرض هذا ربط على هذا الرلي وليكن يعني فرضا أو أنت تأخذ من هذا الرلي تأخذ هذا الرلي يتحكم لي في كونتكتر 200 وعشرين ومن الكون تكتر راح تأخذ على هذا الناقل تمام فإذا هذا اللي راح يتحكم لي هو الستارت هذا الاسه التحكم لي هو الستارت وهذا الستوب حسا راح أروح عند تأخيل أرجع إلى البرنامج راح أشغله من هناAA شوف هسا طافي تمام هسا طافي راح المفروض بنضغط على هذا السويت راح يشتغل هذا الناغل تمام اشتغل عندي هذا الناغل راح اوقع الصوت من يميلا خافي اثر على صوتي تمام وايضا راح من اوديو بشكل ربما هسا الصوت انصع على مد يعني تفهم كلامش انه جاي حتي هسا شوف الموتور او الناقل هذا اشتغل بفعل هذا السويت يعني هسا هنا كأنما ربطت ثلاث برامج مع بعض فاش راح اسوي على مد تأكد من شغلي راح اسحب هذا هنا ايش به الشكل وراح اسحب لكم هذا هنا شوف عسا لو تلاحظ انه هنا الموتور بالاسفل باسفل هذا راح موجود او اذا هنا اقفت فاليو ما موجودة ما موجودة الفاليو تماما ما موجودة اذا الفاليو بس موجودة جوي شوف بالاسفل انه هذا الموتور مشتغل بجد اشارة واحد لي هو اول واحد شنو الموتور اشارة الثانية الواحد هو لي هو الستوب طبعا صح اشارة الاولى هي استوب للنورمال كلوز بالهارد وير تمام فاذا انطع اشارة للبيلس الصحية اذا اكو اشارتين موجودة فراح ارجع على برنامج المايكرو وين هذا كأنما هسا الروبط هذا وهذا حتى لو اسدها هي خلاص خلاص شغلة من عندي تمام خلاص عملي من عندي يعني بعد ما احتاج افد مرة هذا اوكي حتى لو اغلق ليش لان انا هو البيسي البيسي اكسيز اخذ لي البيانات اه اللي اني انطيتها من خلال هذا البرنامج وحفظ لي ايه اوكي من حفظ لي اياه صار تواصل هذا البرنامج البيسي اكسز من خلال شنو البيسي ادابتر بي بي ايي يعني كأنما هذا راح يتواصل مباشرة واي بي add luc تمام كأنما هذا راح يتواصل مباشرة ايه البيال dinosaur حلو يعني هسا البي الدع هي صار راح يتواصل مباشرة طيب هسا اذا طفي طفا عندي هذا وايضا طفا ايضا هنا مفهوم إن شاء الله لو تلاحظت هذه الإشارة مثل ما طلقنا إليها هس أقدر أشغل من هنا شوف اشتغل بغض النظر عن البي ألسي كأنما هذا شنون تفحص أو تيست تمام فورس يعني أشغله بفعل فعلي يعني مو بفعل البي ألسي يعني أشغل شي خارجي فقط تيست أوكي أرجع لألغي هالفورس هس راح أجرب مرة ثانية تمام شغل حلو هس شراح أسوي يعني بما أنه رابط البي ألسي رابط البي ألسي وي البرنامج شراح أسوي راح أوقف أروح على المايكروين أنا رابط ثلاثة سويشات بش راح أسوي راح أروح أسوي سامبل تيبل ثاني واكتب ستارت تمام ايه تو أوكي ستارتو اللي هو آي زيرو دوت ون اللي هو هذا السويش الثاني تمام الموتور الثاني موتور تو اللي هو منه مربوط عليه لكيو زيرو دوت ون بالشكل أنا رابطت هسه صارت التاقات مضبوطة طبعا بعض الأخوة راح تجيب بالك إذا أريد أنزل النوب للأسفل سهلة ممكن مش يشوف نزل بس أنطئ انتار راح ينزل آآ تمام هو ألقاط طب شوف هو راح يبدي ينزل إلى ما لا نهاية هس سأني ستارت وان وستارتو الستوف هو راح يطفي محركين والاوتبوت اللي هو الرلائي الأول والرلائي الثاني أوكي هس شراح أسوي راح أسوي لداول لود تمام هس شراح أسوي راح حنطي هذا أوقف التاست أسد هذا البرنامج فد مرة أروح مني هنا من الأسفل أهم شي أسدها لأن أنا جاي تصير عندك أكثر من مرة فأنا متأكد من هذا الشي يعني راح يصير عندك خربطة بالأمور لذلك أنا جاي أنصحك قبل ما تقع بيها ذلك أنت لازم تتابع الحلقة سهذا أنا سديتي انتهى هذا عمله خلن نغلقه خلن نرجع على المايكرو وين تمام بهالشكل هسه شراح أسوي راح أسوي دائرة هاية انطي كوبي مني هنا انطي بيست هذا ستارت راح أسميه i0.1 حلو وهذا راح يصير q0.1 motor2 وهذا q0.1 حلو يعني بهالشكل فقط سرح أسوي download option ما متصل ليشنا الآن هنا لغاية ال pcbg انترفيس من هنا من الأسفل شراح أسوي راح أسد افوان أحفظ البرنامج على مد انت أيضا تنتبه لهالي المشكلة فولدر راح أحفظه وين بالثري احنا اللي هو on off راح سسمي on off هذا هنا two اوكي لان هذا تشغيل محركين راح أسد البرنامج اروح على افتحه من جديد لان انا مضبط اعدادات المايك ال pc اوكي هس شوف ظهر هنا صحيح اتصال هس راح اروح افتح البرنامج تتبع ويا خطوة خطوة على المشاكل ما تقع بيها لان انا جايش راح المشاكل قدامك بدون مونتاج ولا يقص اي شي بالفيديوهات تمام هذا الشكل هذا راح احمله شوف بده راح يحمل مئة بالمئة ما عنده اي مشكلة بيه اذا انت لازم تعرف المشكلة وشنون تتعامل وياها كلها ان شاء الله راح تتعلمها شوف هسه راح ابده كأنه ما عيد الخطوات نفسها بس فكرة جديدة انطي run اوكي ماك اي مشكلة تقدر تنطي run انطي save us وهذا راح احفظه خاف اكو مشكلة صارت راح احفظه مكانه هو نفسه حفقته تمام هس راح اروح افتح ال bcx تمام هلو اجعل هذا احذفه بقدر انت ما تحذفه الصراحة بس انا احذفه على مود ابده بشي جديد انطي import sample سكتوب هذا دخل هسه من هنا one حلو هسه سأسوي لي test بالشكل مضبوط هسه الاشارة مربوطة صحيح انتبه لحل الاول اثنين هذا راح يشغل الموتور الاول هذا راح يشغل الموتور الثاني تمام هذا راح يطفي لي اياه هن كل هن حلو مفهوم مفهوم تقدر طعا اعمل انترلوك وهي الامور يعني هاي بقت يمك set reset هاي يمك بقت لكن انا جاي اوضح لك طريقة الربط وشنون انطبق البرنامج بكتر ايو لذلك انصحك انت تتابع الحلقة بالكامل يلا بعدها تروح تنفذ افهمها فهم وبعدها ننفذ اروح على لان انا جاي اسوي لك فالفولدر يعني عفوا اه بروجكت جديد من الصفر اروح من هنا بي سي اوكي من هالشي عفوا قبل ما افتح هذا اشي سوي انا مسويته قبل ما افتح هذا اروح اتاكد من save as احفظه هذا رقم واحد هذا رقم اثنين احسن احنا قلنا نحفظ مرتين نحفظ من برنامج بي سي المايكرون ونحفظ من برنامج ايضا المايكرون والبي سي اكسس هسا يقل لك انه هذا مشتغل ما يصير انت من هنا تأكد النوب هذا رقم اثنين تمام نحفظ لان ما يصير اسوي تيست واحفظه لازم الغي التيست واحفظه تمام هسا راح اربط من جديد تمام هسا انا حفظته اروح على المايك البكتر ايو صحيح الشغل الدوق لكن انت عيد الفيديو مرة ما كتين شاء الله تفهمه يعني ركز على الامور المهمة درايفرز و او بي سي كلان كونفغريشن اس 720 براوز تمام الربط عندي شوف هسا الربط هذا الشكل هسا اش راح اسوي راح اجيبكم كونفاير اثنين كونفاير اثنين اي ناقل مثلا هذا واحد اربعة متر ثاني ستة متر بالشكل يعني ناقل هاي عندي ان شاء الله ايضا راح نطبق مشاريع عليها تمام بالشكل راح اروح من هنا على درايفر هس احنا السويشات هاي كأنما ليش ما ربطنا اسب بعض الاخر راح يقول انت شو رابط بس الموتور تمام الموت هاي الاشياء اللي انت جا تربطها هي موجودة على الواقع تمام موجودة على الارض مساحة العمل هاي فاللي موجودة على مساحة العمل شنو هذا وهذا بعض الاخر راح يقول لا انا اريد ايضا السويش تشغيل وسويش اطفال يعني من هنا تروح تجيب لسويش تشغيل وسويش اطفال هذا شوي يختلف الامر يعني الصراحة مور اسا اشرح لك اياها تمام لكن انا اريد اسا انت شنو ضايفي هنا ناقلين هذا الناقل الاول اللي هو الكونفاير الاول وهذا اللي هو ستة متر واربع متر تمام الاربع متر هذا الاربع متر اريده على الموتور الاول ستة متر اريده على الموتور الثاني الحلو بها ترى تقدر تغير هاي الاسامي شنو اغيرها من هنا اروح عليها وبعدين اختار من هنا الاسم اللي انت تريده مثل هزال احذفه اكتب موتور وان حلو هذا احذفه موتور تو حلو اروح عليه فيبرز هذا موتور وان وموتور تو حلو حسنا اكملت ربطت صح ما اكتب اي مشكلة راح شرح اسوي راح اسوي من هنا كاميرا الامود العمل يكون واضح من هنا كاميرا بالشكل قلنا اضعها بعد محتاجها من هنا كاميرا فاروح على شنو اللي هو الكاميرا ويندو سيف هاي شنو ما شرحناها والكاميرا الثانية راح تكون من الاعلى من المكان هذا راح اسوي سيف من هنا بحال شكل هسه ش راح اسوي راح شغل البرنامج شغل الموتور الاول شوف اشتغل عندي هذا شغل الموتور الثاني وهذا السويج شغل البرنامج اشتغل عندي شغل البرنامج اذا اريد اطلع هاي الجوستيك من هنا فيو كاميرا نفيكيشن اقدر اتحرك بها اذا اريد انتقل للكاميرا الثانية اللي هي هاي الكاميرا الاولى اللي هي واشوف العمل اللي قاعد يصير وياه انا امط الصوت على مودة صوت يكون اعلى من صوت الموتور من يشتغل وايضا يكون صوتي واضح انت تقدر تعل الصوت او تنصيه من خلال ادراء اوبشن اوديو وتعلي مستوى الصوت تمام اسا مشتغل الموتور اذا اريد اطف فيه طفت الناقل الاول والناقل الثاني ان شاء الله واضح الفكرة اعمالة البرنامج ولو هي كانت معاقدة بعض الشيء ولكن الامور هي تجي بالممارسة بالممارسة انت تمارس الشيء وان شاء الله يضبط وياك هسا انا ربطت هاي البرامج الثلاثة هسا اذا راح اعدي لكم شوي على السريع بس فقط الشيء اللي صار ويانه اللي صار ويانه ثلاثة برامج هذا الاول تمام وهذا المايكرو بها الشكل هذا على مودة تكون واضحة انا اول شي شنو سويت سويت الاعدادات من الكمنيكيشن طبعا بي سي بي جي انترفيس سويت اختارات بي بي اي انت اذا سيريال تختار كابل سيريال تمام فاني عندي هذا سويت البروجيكت سويت سامبل تيبل وحملتها على الحاسبة وبعدها سويت له سيف وحفظت في فولدر انا اختاره خلصت مهمتي من هذا افتح البرنامج الثاني اسوي فايل سامبل امبورت تيبل من هنا من هنا اسوي امبورت امبورت سامبل فراعي يجيب لي السامبل اللي انا حفظته سويت له من المايكروون وفتحته من هنا اجي اسحب افتح هنا اجي اسحب هاي اخليها بالاسفل على وده سوي لها التيست بحعدها سويت من هنا قبل السيف اتكدت من الاشارة والربط من هنا وتأكدت انه ظهرت لي اوكي وظهرت لي نفسها اللي انا حافظها بال مايكروون تمام من هنا سويت لتيست وجايدة ألغت تيست وراح اسوي له وحفظه في فولدر ثاني افجي افتح البرنامج واختار نوع الكمميونيكيشن اللي هو الأوبي سي كلان سويت من هنا واختارت الاسفينمائتين أو بي سي سيرفر سويت له ابرهوز المفروض تظهر لي هاي الخيارات اللي موجودة بال او بي سي سيرفر او بي سي اكسس تمام هسا انا واضحة هاي الامور اهم شي انت من المتينة تعدل يعني من اريده سوف تعديل عليه مو اخلي هذا مفتوح الغي من هنا اذا الافضل ايضا تلغي من هنا كأنما انت راح تبدي شغل جديد اللي هذا هذا واحد اللي هو هذا سيماتك اسفينمائتين بي سي اكسس هذا الغي اهم فقرة وايضا الغي هذا تمام طبعا الحلقة كانت جدا ممتعة وايضا استفاديتوا من هذا الامر ان شاء الله بمرور الوقت راح نقبغ فد يعني مشاريع جدا حلوة وضخمة وايضا راح اتعلمكم على فد امور يعني جديدة وتطورون في مهارتكم اللي هنا نصلوا اياكم الى نهاية الفيديو تقبلوا تحياتي والى الاقراء مالция الى الاقراء اشتركوا في القناة